بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا ستعين اللهم صلي على محمد النوالي محمد السلام عليكم أخواني وأخواتي لعزة جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الدرس سنقوم بالتحويل ما بين وحدة كيلو باسكال ووحدة متر ماء أي متر H2O في الشق الأول من السؤال يقول لنا بأن الضغط هو بوحدة الكيلو باسكال فما هي قيمته بوحدة متر ماء فنكتب هنا بأن الضغط بوحدة متر H2O يساوي لنا نكتب المعطى هنا مائتان وعشرون كيلو باسكال ونضربها نأتي إلى الأسفل الكيلو باسكال هي هذا ومتر ما هي هذا بالنسبة إلى الكيلو باسكال يجب أن نكتبها بالأسفل ليلغاء وحدة كيلو باسكال مائتون وواحد فاصلة ثلاثة ثنين خمسة كيلو باسكال أي كيلو باسكال مع كيلو باسكال سياد هبان وبالأعلى نكتب 10.333 متر H2O فنستطيع الآن باستخدام الآلة الحاسبة لإيجاد القيمة النهائية مائتان وعشرون مضروبة بعشرة فاصلة ثلاثة 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 وقسمة مائة وواحد فاصلة ثلاثة ثنين خمسة والجواب هو اثنان وعشرون فاصلة أربعة ثلاثة خمسة ثلاثة اثنان وعشرون فاصلة أربعة ثلاثة خمسة ثلاثة والوحدة هي بالمتر H2O أي هذه المتبقية من العملية نأتي إلى الشقة الثاني من السؤال والضغط هو بالمتر H2O أي معطالنا ولكن بوحدة الكيلو باسكال مجهولة فنقول بأن الضغط بوحدة كيلو باسكال راح تساوي لنا نكتب المعطى لنا بالمتر H2O ونضربها طبعا الآن المتر H2O يجب أن تكون في الأسفل عشرة فاصلة ثلاثة 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 متر H2O أي هذا وبالأعلى نكتب قيمتها بالكيلو باسكال أي عند واحد أتيم هذه قيمتها مئة وواحد فاصلة ثلاثة ثلاثة ثنين خمسة كيلو باسكال فمتر H2O مع متر H2O سيذهب ومن ثم نستطيع أن نستخدم الآلة الحاصبة هنا ونقول بأن الجواب هو سبعة وعشرون مبروبة بمئة وواحد فاصلة ثلاثة ثنين خمسة قسم عشرة فاصلة ثلاثة 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 والجواب هو مئتان وأربعة وستون فاصلة سبعة ستة واحد صفر لأننا عندما نقوم بالتقريب هنا إلى أربعة أرقام التسعة ستصبح لنا عشرة ومن ثم سنحصل على واحد وصفر أي مئتان وأربعة وستون فاصلة سبعة ستة واحد صفر مئتان وأربعة وستون فاصلة سبعة ستة واحد صفر والوحدة هي بالكيلو باسكال وهذا هو الجواب شكرا لكم عزائي ونبقاكم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة شكرا لكم شكرا لكم